شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطن والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومثل الشعبة في الاجتماع الذي عقد عن بعد سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة خلفار راشد الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي